يا مرحبا يا مرحبا كيف الحال؟ هوات الحصة اللي راحت سوينا شغلة خفيفة علشان نكملها اليوم بإذن الله اليوم بإذن الله رح نجهز السيستم كامل جميل بحيث إذا أسعبنا الوقت الحصة الجاية بإذن الله يا أنحن نستصلح الأرض أو يمكن نزرع فيها يسأل يعني اليوم بس بنضبط الموية ونكمل شغلنا لراح بضب كل واحد من الشباب على حسب كيف يوزع الأشجار يحط النقاطات هذه عندي أنت أنا بس عندي أمانة جيت نعمس من الأستاذ عبدالله بن فايز أستاذ الحلول فقلت خلني أعطيها الأستاذ محمد العطوى عشان هو أفهم مننا ماشاء الله بذور فيه بذور يا السلام أتوقع القرض اللي فيه بي هذا صدر أيوه وهذا قرض أيوه وهذا صدر وقرض هذه فحط لكل طالب ممتاز حبه قلت أن تلي توزعها بحكم أنك مختص الزراع الله يعطي العافية هذه جميلة يمكن أن نأخذها في آخر الحصص حتى نحطها مستقبلاً هناك على السور ونخلي الري يشتغل عليها حتى مع الوقت والباقي نوزعها بينهم بإذن الله الله يعطيك العافية شكراً لك السلام الله يعافيكم عليكم السلام بحكم أرحم أرحم سلام الله حي يلا حي يلا حي بساك بخير بساك بطيب كيف موركم كيف موركم طيبين بساكم طيبين الله يعافي موركم طيبة والله بخير يلا يا شباب جاهزين طيب شوفوا الحصة اللي طافت زي ما انتم شايفين تذكرون سوينا زي النهر صح النهر وكل فريق سحب منه خط له صح طيب الآن اليوم بإذن الله رح نكمل المشروع طبعاً كل فريق يشوف هو كيف بيزرع زراعة حقته بيحطها خط مستقيم بيحطها دوائر ويمشي الهوز الاسود هذا على الطريقة اللي بيزرع فيها إذا بتزرع مستقيم حط الهوز مستقيم إذا بتزرع دوائر حط الهوز دوائر ركزوا معي طيب فأنت حاول من الآن تخيل كيف بتزرعون الحصة الجاية بتخلونها زي ما هي ولا بتخيرونها أوكي الأمر راجع لك طيب لأن الحصة القدمة اللي بنزرع فيها بس لازم تأسس من الآن للطريقة لأنك بتحط قدام عند كل واحدة بنعطي المشرفين تحط النقاط اللي بيبدأ يصب من عندها الماء طيب فإذا حطيتها خط وزرعت دوائر ما رح يجي هلماء بنرجع في نفس المشكلة اللي بدينا فيها تموت من قل الماء طيب فكل فريق أول شي يجلس خمس دقائق مع بعض ويفكرون يتخيلون لشكل المربع حقه مش يبغونه زراعاتهم اللي بيزرعونها يعني زي مثلا الفريق هذا شوفوا حط له زينة دوائر وخط مستقيم ولا تبغون تحطون أربعة كذا وفي النص واحدة الموضوع مفتوح للمشرف وإبداعات طلابه طيب تخيلوا الشكل النهائي لما تبدأ الورود كيف تكون وقسموا الأهواز عليها طيب ما له شكل الماء بيوصل فيه كل النواحي ما عندك مشكلة ما تخاف طيب استر الحلول اللي أعطاكم هذه مشكورا هذه هدية قيمة طيب راح نتعلم إن شاء الله في آخر حصة كيف نزرع البذور وكيف نحافظ عليها وإذا زرعناها مثلا في حوض كيف بعدين نقولها في التربة ولا في الحوش أي بنتعلمها منتعلمها طيب تعال راح عطني الكيس لأزرق هذاك اللي فيها القفازات يو أحد من طلاب الأخضر يروح يجيب موية لأخوياه لأنهم كانوا في الإذاعة حق وما قصر اليوم في إذاعتهم حق نريد أن نصفق للشباب عن داعتهم الجميلة إذاعة قيم فواحد منكم يجيب لأخوياه طيب اليوم يا شباب نتعلم نشتغل بالقفازات طيب أيوة أنتوا عارفين ليه نظافة الشغلة الثانية سبحان الله عشان ما حد يتعور طيب شوك بعض المواد اللي نستخدمها بتكون يعني لا عشان بعض بعض الأدوات شوي فيها حادة خايفين عليكم يعني أستاذ هذه تنعنا من الشوك كلا أي حاجات بسيطة هيوة عط كل واحد حبتين طيب عط فريق فريق عشان اللي خلص يطلع خلى خضر شوي خليه يريح بعدين عط الباقي هيوة طيب يا شباب فيها